مشاهدين في ملفنا ثاني لينقاش كيف نتفادى القلق في المنازل خلالها أيام الحجر الصحي ولكسر الروتين ما هي الأنشطة الواجب القيام بها مع الأطفال أثناء الحجر وكيف نبتعد عن المخاوف وفوبيا المرض وكذلك نحافظ على الصحة النفسية للمواطنين خلال أيام الحجر الصحي الحديث سيكون مع ضيفي في البلاطوة الطبيب النفساني الأستاذ مسعود بن حليمة صباحك سعيد أستاذي أهلا بك صباح الخير صباح الخير لكل الجزائريين والجزائريات ونتمنى لهم يوم مملوء بالسعادة وبالحذر وبالإحاطة وكذلك بإحاطة الحذر خصوصا خصوصا عدم الخروج من البيوت صحيح في هذه النقطة مدام أن كل السلطات وكل المختصين والأطباء يدعون الجزائريين إلى عدم الخروج من المنازل والاتزام البيوت وهذا تفاديا لانتشار هذا الوباء يعني الجزائريون كباقي المواطنين في دول العالم ربما مع كثرة البقاء في المنزل ربما يدخلون في روتين يومي حتى أن بعض الأشخاص ينتبهم القلق كيف نتفادى القلق في ظل هكذا ظروف وأزماء صحية ما تجبر المواطن والإنسان إلى البقاء في المنزل لساعات طويلة فعلا في الحقيقة عندما نتكلم عن القلق ونتكلم عن المكوث في البيت وساعات طويلة هناك إيجابيات وهناك سلبيات وأنه قبل كل شيء قضية قضية مدام اذكرت قضية عالمية وقضية تمس البشر برمتها المجتمع البشري برمته فهنا لابد أن تفادى هذا الوحش الخفي أنا أسميه بالوحش الخفي الذي جاء من أجل على كل حال قضاعة البشرية جمعا فاجتنابي للقلق هو شيء بسيط جدا جدا أول ما قبل كل شيء عندما نكون في البيت ما لازمش نكون عندي هذه كفوبيا المخاوف نغتنم الفرصة إذا كان عندي أعمال في البيت وكان مش مصلحة نقوم بتصليحها كالأثاث مثلا كربما بعض العطب في البيت إلى غير ذلك ونقضي الوقت نتاعي بأشياء اللي هي تساعدني في البيت ومن نلجأش إلى النوم إلى النوم لأن النوم عندما نلجأ إلى النوم إلى النوم ثم بعد ذلك عندما ننهض من النوم نجد صدع في الرأس ثم بعد ذلك تبدأ هذه المخاوف ونعرف أن هناك الإنسان إذا كان اجتاز لحد نتاع النوم يكون له صدع وهذا شيء طبيعي لأنه اجتاز يعني الوقت نتاع النوم ثم بعد ذلك نأخذ مثلا الأطفال نتاعي الأطفال نتاعي بعدهم على الحتف ننقريهم ننوجههم كيفا مثلا أيضا نعطي لهم بعض الأشياء اللي هو ما نخليهم ما يشعروش بهذه المخاوف بهذه الفوبيا لأن على هالمشكل الوحيد اللي هو موجود في الأسرة الجزائرية أنه يتكلمون أمام الأطفال وأمام الأطفال ثم بعد ذلك هذه هنا تربية ما نسميها تربية عقدة نفسية بالنسبة للطفل لأن الطفل اللي هنا وش ينظر؟ ينظر على أساس أنه نعرف كيفاش نتفادع ومنحسش الطفل بأنه راه موجود مسجون أو راه ممنوع عليه الخروج أو نعرف كيفاش يعني نتكيف معاه مع العمل مع التدريس مع ربما حتى حكايات يعني حتى الحكايات خصوصا الأسرة اللي فيها الجدة وفيها مثلا العمة وفيها الخالة سنتطرق إلى هذه النقطة المتعلقة بالأطفال ولكن أثرت نقطة جد همة أنه ربما هذه العطلة الاستثنائية بعض الأشخاص يقضونها فقط في النوم ولساعات طويلة ربما طوال النهار لهذا يدخلون في حالة ربما اكتئاب وقلق لهذا يجب تنظيم ربما وقت النوم ووقت كذلك مشاهدة تلفزيون وكذلك وقت ربما مساعدة الأطفال والزوجة في المنزل نعم بطبيعة الحال يعني حتى يعني العبء الكبير الآن لما الموقوث في البيت وعدم الخروج هو العبء الكبير على الزوجة لأن الزوجة عندما تكون عندها أطفال ما تكونش مثل الأيام العادية لأن هناك ربما تلبية حاجياتهم تلبية حاجية الزوج بالنسبة للتنظيم بالنسبة للطبخ بالنسبة كل هذه الأشياء يسبب عليها ولذلك الزوج من المفروض أنه يقدم مساعدة للزوجة يقدم مساعدة مثلا في الفراش في تنظيم البيت في تزيينها في أيضا كيف يتعامل مع الأطفال وهذا المخاوف التي تأتي من النوم وتأتي ربما لكثرة الكلام عن هذا الحدث هذا كثرة الكلام يؤدي به إلى اكتئاب وهذا الاكتئاب ثم بعد ذلك يرجع للإنسان وشن هو؟ يصبح قلق هذا القلق وش يؤدي؟ يؤدي ربما في بعض الأحيان إلى النرفزة إلى العدوانية في البيت إلى مثلا المشاجرة في البيت وهذا هو الخطأ لابد أن نعرف كيف نكيف وقتي من النوم من الراحة من أيضا كذلك التجول من المشاهدة للتلفزيون من المشاهدة للأفلام من أيضا كتابة بعض المقالات أيضا بعض الحكايات أيضا كيف نكسب الأطفال خاصة عندهم الأطفال كيف نكسب الأطفال ونخليهم بالرسومات ربما نقدم لهم رسومات قدم لهم بعض الكتابات هل تعتقد بأن أستاذ ربما البقاء في المنزل في إطار هذا الحجر الصحي ومن أجل حماية المواطنين من إصابتهم بهذا الفيروس هل تعتقد أنها فرصة لإعادة التماسك الأساري داخل المنزل؟ بطبيعة الحال هذا جد إيجابي لأن هنا هو ربما من ناحية الفكرية ومن ناحية السلوكية هناك بعض الضغوطات وبعض الاضطراب الذي يقع في شخصية الإنسان ولكن من ناحية أخرى هناك الرجوع على أساس أن العنصر البشري هو ضعيف على أساس أن العنصر البشري لابد أن يتضامن مع بعضه بعض على أساس أن هذا الإنسان لابد أن يتضامن مع الآخرين على هذا الإنسان أنه ما عندوش قدرات ما عندوش قدرات كافية لكي يفرض نفسه على المستمع أو على الأسرة أو على يعني شيء بسيط شوف وين أدى إلى تغيير كل سلوكاته تغيير إلى كل نمط حياته تغيير وهذا لابد من الصبر ولابد من المقاومة ولابد أيضا كذلك من الإصغاء إلى التوجيه لأن القضية قضية حياة وليس قضية تهاون أو ربما تهور هناك بعض الأشخاص المتهورين يقول لك لا وهذه حاجة بسيطة وانا نخرج ومن ديرش القناع ومن نغسلش ومن طهرش هذا خطأ لأن هذا قضية قضية حياة أو مود قضية صحة أمومية نعم وبالتالي لابد هناك المحافظة لأن الحياة لابد أن تستمر والحياة كيف تستمر لا تؤد بأنفسكم إلى التهلكة وبالتالي حتى الدين تانا يوجهنا على أساس أننا نحافظ على هذا من آياته الكريمة ومن قوله جل جلاله والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي ثم رددناه أسفل سفلين وبالتالي هنا لابد المحافظة ثم بعد ذلك التكيف التكيف مع الوقائع اليومية لأننا نعيش الآن في لابد أن نتكيف مع المعطيات الجديدة طيب مدام يجب التكيف مع هذه المعطيات الجديدة لكن داخل المنزل الأطفال ربما كذلك يتعرضون للقلاق وكذلك رغبتهم في الخروج لكن الوضع الصحي لا يسمح كيف نساعد الأطفال على ربما أنشطة تريحهم داخل المسكن سيدي الفاضل أن الطفل هو عجينة نستطيع أن نكيف هو أن نهيئ كما نشاء لأن الطفل عندما تكون عندك الأفكار وتكون عندك فلسفة التي هي مراحل تطور العقل يتعوه هنا الطفل هذا لما تأخذ العقل يتعوه تأخذ يعني السن يتعوه لأن المشكلة الوحيد لأن الأطفال أنت أنا ما نعطوا لهم مستواهم لأننا يأما نتكلم عنهم على مستوى أعلى أو مستوى أدنى وهذا هو المشكل عندما نتكيف عن الطفل نقدم له لعبة نقدم له حكاية نقدم له ربما عمل ليقوم به للرسمة أو نقدم له شيء من هذه الأشياء الطفل يتكيف معها والطفل دائما يبقى ينتظر في الجديد ولذلك يجب علينا أن لا نجعل الطفل أنه يحس ما نخليه يحس على أساس ما هو مسجون نخلي الطفل على أساس أنه راه موجود من أجل راحته من أجل استجمامه من أجل قضاء عطلته المدرسية إلى غير ذلك وبتالي هذا الطفل هذا نقدر نكسبه ونكسبه ونخليه شعله كل حال في رواق اللي هو داجل لابد أن نجعل له مصباح هذا المصباح كيف نكيفه هذا المصباح نكيفه مع تطور العقل ينتعو كي يعني نعطي صورة على أساس أنه ليس عقاب أنه ما يخرج إلى الشارع ويبقى في المنزل بطبيعة الحال كيف كيف الآن نعرف ربما هذا الوباء ليا الطفل لأنه الطفل الآن يتساءل لماذا نحن مكتين في البيت لماذا لا نخرج لماذا هذا يعني في كل القنوات في العالم تبث سوى أخبار هذا الوباء وباء كورونا ربما ستتشكل في ذهن الطفل سورة أو تعريف خاص كيف نعرف هذا الوباء اللي هي الطفل الطفل نعرف هذا الوباء للطفل لأنه محافظا على صحته قال الطفل مثل مجيح ربما زكام هذا الزكام يؤثر عليك في الجساد يؤثر عليك كذا نعرف كيف شنكية في الطفل بالأكل نتعو لابد يكون هنا نعطي له من البروطينات ونعطي له على كل حال من نشويات ومن الأكل يعني اللي هو يكون جيد ثم بعد ذلك الطفل نعرف على أساس إنه لو يتصرف تصرف آخر تمسوا بعض الأشياء وتمسوا وين تمسوا ربما ما نقول لش أنا على أساس أن نضح للطفل تمسوا في رئاتين أو في أشياء في الجسم الداخلي أنا نتكلم له إلا على العضو فقط ربما قال العضو يكون فيه تشوى يكون فيه كذا الطفل اللي هنا نخليه يحس على أساس والإحساس هذا منهوش باش نخوف الطفل باش نسجع الطفل على أساس أنه يطحر نفسه الطفل اللي كان فنيان وكان ما يغسل هذا نخليه كما نقول إحنا مرحلة وهذه فرصة على أساس الطفل ينتقل من مرحلة الخمول ومن مرحلة إلى مرحلة النشاط وبالتالي الطفل يحس روحه يصبح ينسى الوباء ويصبح يفكر في الحراس مثلا نعطيك على سبيل المثال الطفل لما يخرج الخارج ويلعب كرة القدم ويلطخ للأثياب عندما يدخل للبيت الوالدة تعقب العقاب هذا كيف يكون هذا العقاب هذا أن نحول هذا العقاب إلى نشاط إلى نشاط ثم بعد ذلك لا بد أن تلتزم كذا لا بد أن تلتزم كذا وبالتالي أن الطفل رايح نكون له حياة جديدة واعتماد على نفسه مثلا الفيراش نتاعه الصباح لما ينوض قال كنت في العطلة وكنت في المدرسة وكذا الآن لازم تستعمل الفيراش نتاعك وحدك لازم تعاون لازم تنظم والليحنا رايح نخلق شخصية جديدة فرصة لإعادة ربما تكوين الطفل في أمور يومية تساعده في حياة المستقبلية بطبيعة الحال وهذا من شيء سلبي إلى شيء إيجابي نعم هذه فرصة لأننا عليها الطفل كما سبق النمي والطاقة الإيجابية عند الطفل نعم إحنا سبق لنا وأن ذكرنا كلنا مرحل تطور العقلي فهذه الفرصة بالنسبة للطفل لأنه أولا بناء الشخصية تعو وبناء الذات تعو ثم بعد ذلك لأنه لما يصبح هو مجرد ما يقوم بتنظيم بيت تعو أو الفراش تعو أو المكتبة تعو أو مثلا إحنا الطفل يشعر مسئولية هذه المسئولية التي جاءت من طرف الآب ومن طرف الوالدة هذه المسئولية يحس بها ثم بعد ذلك يريد ممارستها وبالتالي هذه الممارسة هي تجعل على أساس المواظبة هذه المواظبة نكون من البيت إلى المدرسة حتى يعني لما يرجع للمدرسة يكون معتمد على نفسه تنظيم أدواته في المحفظة تعو وتنظيم مثلا ثياب تعو وتنظيم الأحذية تعو وهذه فرصة كبيرة حتى يعني الحذاء الآن لما تقول الوالدة خليه برها خليه مثلا كل هذه الأشياء هي بمثابة تكوين تدريب بالنسبة للطفل هذا الطفل الذي كان يعتمد على الوالدين وكان يعتمد على الأسرة التي تقوم بأعماله وتقوم على كل حل بمتطلبات حاجيته من هذا المنطلق لابد أن يكون يعتمد على نفسه نعم على نفسه وخصوصا وخصوصا لحنا حتى ثاني كذلك ننظر إلى السن إلى سن الطفل من سنة مثلا خامسة إلى عشر سنوات أو من سنة ثلث سنوات إلى خمس سنوات من سنة سبع سنوات إلى أحد عشر سنة ننظر لهنا ونعطي الفرصة كيف شنكيف هذا الطفل تحذير نتعه في هذه الفرصة ونجعله على أساس أنه يكون مسؤول طيب هذا المسؤولية هذا عندما نتحدث عن الأطفال لكن يعني لا نخفي شي عندما نتحدث عن وجود بعض الشباب والشابات وكذلك بعض المواطنين من كل فئة العمرية عندهم فوبيا وخوف من هذا المرض كيف يعني ما هي النصائح لنوجهوها لهؤلاء من أجل يعني الابتعاد وتفادي عن هذه الأفكار السلبية التي تدور في ذهنهم هذا كله نعتبرنا بمثابة وسويس هذه الوسويس التي يكتسبها من أين يكتسبها يكتسبها بطبيعة الحال من المحيط ومن المجتمع فلذلك هذه الوسويس تعتبر بمثابة مرض هذا المرض لابد أن نتفاداه كيف نتفاداه لأن هنا القاعدة موجودة وتوجه موجود والله هنا على أساس كيف على شخاف لا نخاف لأن لن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها وكذلك أيضا لا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة وبالتالي لابد نأخذ الحيطة والحاضر عندما نقوم بالأمن ونؤمن للصحة نتاعي نؤمن للثياب نتاعي نؤمن للأفكار نتاعي لابد لا نبقى في هذه الوسويس لابد أن الحياة أن تستمر والحياة كيف تستمر تستمر بالنشاط تستمر بالعمل تستمر بالقضاء الأوقات الفارغة فيه أشغال ربما أشغال يدوية أشغال فكرية أشغال مرئية أشغال ربما مشاهدة ولذلك هنا نبتعد عن هذه الوسويس وهذا حذاري ثم حذاري لأن هذه الوسويس هي في حد ذاتها مرض للكورونا تذهب ولكن الوسويس تبقى إي شيء يسطدم بهذه الوسويس فعلينا أن نبتعد عليها وكيف نبتعد عليها تعد عليها بالأشغال بالعمل بالتفكير اللي هو جيد بأيضا عدم التفكير عدم أيضا الانعزال في مكان واحد ونبقى منعزل دائما ونبقى نفكر في هذا التفكير السلبي ما تكونش عندي نشاطات أخرى ثم بعد ذلك المخاوف هذه اللي يجي تكلم معي نبقى دائما بعيد عليه هذا هو المشكلة هذا في حد ذاته هو المرض كيف نتغلب عن المرض؟ نتغلب عن المرض بالأعمال بالتفكير بالنشاط إلى غير ذلك سبق لنا في بداية الحسة وقلنا نوم هذا الناس الذين يلجأون للنوم هذا يعتقد مخاوف يهربون من الواقع نعم من الواقع هذا المخاوف هذه هي التي تؤدي له إلى اضطراب هذا الاضطراب في بعض الأحيان يؤدي به إلى وسويس الوسويس هذه حتى يصبح لكل عدواني في البيت انتأو في بيته مع الأسرة انتأو يصبح عدواني نقطة جد همة ربما هذه الحالة العدوانية تعود بها سلب على العلاقات الأسرية ربما يتشاجر مع ابنه يتشاجر مع أخته مع زوجته أكيد أكيد وهذه هي المفاهيم السلبية التي عند بعض الأسر حتى أنه نصل إلى عنف أسري نعم نعم يصل إلى العنف يصل إلى السجار يصل ربما إلى حتى بعض الكوارث في البيت حتى في فرنسا الآن يتم الحديث عن العنف داخل الأسرة في ظل هذه المعطاية نعم والعنف ضد النساء نعم لأن هذا العنف الذي هو موجود نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه المخاوف نتيجة هذه الوسويس نتيجة هذا لأننا لم يملأ فراغه هو معتمد دائما على النوم النوم هذا يؤدي به إلى كما سبق لنا وأن ذكرنا الصداع هذا الصداع يؤدي به إلى اضطراب الاضطراب يؤدي به إلى قلق القلق إلى عدوانية ثم بعد ذلك ماذا رايح ينتج وماذا يحصد؟ يحصد إلا الضمار والخرب وبالتالي لابد هناك من الإحاطة ثم بعد ذلك توجيه خاصة وسائل الإعلام الآن ما راناش على كل حال في عالم مخفير رانا في عالم مرء وسائل الإعلام الله يبارك التلفزيو الإذاعة الجرائد كلها رايح توجه وسائل الإعلام فإذن نأخذ النصائح انتع وسائل الإعلام ولازم نتعامل معها ونتمشى معها ونسير فيها نأخذ كل نصائح لأطباء نعم نأخذ نصائح لأطباء لأطباء والمختصين خاصة المختصين ندرك الأخصائيين نرى نشوفه في بعض الفيديوهوات التي تتكلم كاين دوا وكاين كذا وكاين كذا ربما بأفكار أخرى وماش مبنية على قواعد علمية وعلى قواعد صحية هذا خطأ هذا خطأ لأن لماذا؟ لأن هذا من المستحيلات نروح أن أي حاجة يتكلم واحد في الفيديو رحنا نطبقها وهذا هو الخطأ لابد الحيطة والحضر لأن لنا ما هوش راح تعالج المشكلة اللي راح عايشه بتاع الكورونا بل راح تجد تخلق ربما مميات كورونا وحدة أخرى اللي هي جيد تأثر عليك من ناحية اللي هنا لابد علينا أن نلتزم بالقواعد العلمية طيب أستاذ مسعود بن حليمة كسؤال أخير ربما نصيحتك إلى كل جزائريين اللي رهم احترموا والحمد لله يعني التعليمات كل الأطباء بالمقود في البيت تفاديا لانتشار هذا الوباء نصائح من أجل أن نعيش داخل المسكن داخل البيت في راحة نفسية بطبيعة الحال احنا الآن نصيحت لكل الجزائريات والجزائريين أول ما قبل كل شي احنا نشاهد من حين إلى آخر هذا الوباء إنه يتفش بالمئات وبالألاف فلابد علينا أن لا نكون متهورين لا بد أن نلتزم ونلتزم كل التوجهات ونلتزم نصائح العلماء ونصائح على كل حال الأمن ونصائح الحماية المدنية والأطباء والمختصين والصحفيين لذلك لابد علينا أن نلتزم الالتزام كلي وإذا أردنا أن نعيش في حياة اللي هي مبنية على رخاء وازدهار لابد أن يكون لنا تعايش هذا التعايش كيف يكون أن نلتزم في بيوتنا وفي أسرتنا إلا للضرورة ثم بعد ذلك ما نكونش متهورين لأن القضية ما هيش قضية هزو أو سخرية مثل ما رانا نشاهده بعض الناس يخرجوا وما على بلهمش ما يجعلوا شيئاً الوسائل الوقاية إلى غير ذلك فهذا هو خطأ إذا أردت أن تغامر بحياتك فأنت الآن في قائمة على كل حال للمفقودين وإذا أردت أن تعيش حياة لهي مستمرة فعليك أن تلتزم الحيطة والحضر وأن تطبق كل التوجهات وكل الإرشادات لتأتي من الدولة وتأتي من الأطباء ومن المختصين ومن الصحفيين إلى غير ذلك شكراً جزيلاً لك الأستاذ مسعود بن حليمة الطبيب النفساني شكراً جزيلاً لك على كل هذه التفاصيل كنت ضيفي في هذا الجولة لإخدارنا الصلاحي